هاي كيف كون؟ كمانا تكونوا بخير إن شاء الله اليوم جاي بقراءة عامة هذه القراءة رح تتحدث عن البرج القوم كيفية الأحوال العاطفية لإلك ولا الشريك وكذلك رح تحدث عن الأحوال العامة رح تحدث كذلك حتى عن العذاب رح تشوف شو بخبئ لهم هذا الشهر وهذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي قمري طالع وفي إمكانية أن تكون قراءة أكسية وخاصة بان إذا تكلمنا عن الوضع العاطفي بالنسبة لإلك برج القوس عم شوفك كأنه عندك أمال لتحقيق هدف أسماء ممكن كأنه عندك مثلا هدف إنه تسافر إنه تجور العالم عندك هيدا الحلم عم شوفك كأنه صار لك خسارة أو صار لك خيبة أمال كأنه عم تحس إنه هذا الحلم شي شوي صعب إنه تحققه أوكي أو في شي أو في شخص أو في شيء يحول بينك وبين تحقيق أحلمك عم برج القوس الشخص بيحب الحرية بيحب السفر بيحب الاكتشاف فهيك أنا عم شوفك بحسك أنه أنت بدك تكتشف شيء معين وعم شوف في شيء يقف أمام هذا الحلم أو ممكن بدك إنه تبدأ مشروع تبدأ شغل تبدأ شيء يعني أنا عم شوفك شيء تريده بشدة نبحث عليه وعم شوفك حتى إنه عم تدعي الله لتحقيق هذا الحلم عم شوفه بالنسبة للشريك عم شوفه وعم يفكر فيك هذا الإنسان بحبك ممكن أنتوا مبتعدين عن بعض لأنه عم شوفي طاقة الابتعاد عم شوفكم وعم شوفه الشريك خاصة الشريك عم شوفه وعم يفكر فيك عم يفكر بهذا الحب وبهذه الطاقة الحب التي كانت بينتكم وعم شوفه كذلك على أنه هذا الإنسان ممكن قال كلام شوي جارح بالنسبة لعلاك أو ممكن كان في نوع من الكبر أكثر بهذه القراءة أو تكبر عليك ممكن كان عم يتعامل معك بشكل غير طيب يا برج القوس عم شوفه كذلك هذا الإنسان يفتقد السعادة من دونك هذا الإنسان أنه سعيد أبدا لأنه عم يحس أن حياته ليست سعيدة لأنه لا يعيش أو لا يكون معك بالنسبة لإلك عم شوفك مدمر القلب عم شوفك كأنه تتجه أكثر إلى المضي قدما بحياتك ومستقبلك بأشيائك الحياتية وتبتعد عن هذا الإنسان عم شوفك كذلك ممكن تريد أو تتمنى دائما عم تتعمل أو ممكن عم دائما عم تراقب تليفوناك هل تصل فيك هل بعث لك مسيج بتسأل عنه ممكن عم تراقب لهذا الشخص بس عم شوفه ممكن منزوي وما عم يعمل ولا خطوة بالنسبة له الأمر ممكن للبعض منكم سبب الخلاف كان ممكن الشك والغيرة وللبعض منكم كذلك كان في مثلا الشريك طلب منكم علاقة جسدية وانتوا رفضوا هذا الأمر عم شوف كذلك على أنه ممكن للبعض يكون هذا الإنسان حسيتوه شوي نوعا ما صبياني يعني معاملته ما عكون كانت صبيانية ما كان بنفس المقام اللي أنتوا كنتوا حطينه عم شوف كذلك على أنه كل واحد قاعد ببيضه قاعد يهتم بأموره الخاصة عم شوف كون مبتعدين عن بعض بس عم شوفه هو يريد الرجعة أو يريد بداية جديدة يسعى فيها إلى الاستقرار أكثر عم شوفك يا برج القوس أكثر عم تهتم لعائلتك لاهتمامك بالشكلك أكثر عم تهتم لعملك وأهدافك كأنه أهدافك صارت هي الأولوية بحياتك بالنسبة كذلك لنيتك عم شوفك كأنه تريد أن يضوق هذا الإنسان نفس الذي ضقته بعد ما هجرك أما هو عم شوفه يريد أن تتصلح الأمور ويرجع هذا الإنسان لحياته لحياتك بس عم شوفه هذا الإنسان ما قادر ياخد خطوة ما عامل مقادر ياخد خطوة تجاه الإصلاح أنا عم شوفه يظهر أنه محتفظ بمشاعره محتفظ بالأشياء التي تقصه ولا يبوح بها لأحد ممكن ما رح يعمل خطوة بشهر يونيو إذا أنتم مبتعدين عن بعض بس عم شوفه أكثر رح يفكر فيك رح يضلي راقبك من بعيد هيد الطاقة اللي أنا عم شوفه يتجه إليها أوكي عم شوف كذلك حتى أنه الوضع المستقبلي رح يضل فيه هذا النوع من الكبر أكثر أو الابتعاد عن بعض عم شوفه عم يعمل بلوك أو أنت كذلك عامل بلوك ما عم تحكي مع هذا الإنسان عم شوف كون شوية في نوع من الكبر بالعلاقة ممكن تتعامل أنت يا برج القوس مع برج السابطان أو تتعامل مع برج الأسد عم شوف كذلك الأبراج الترابية والهوائية بامتياز الهوائية عم تظهر بامتياز عم شوف كذلك ممكن تتعامل أنت مع برج الظور كمين هون عم شوفه كنصيحي على أنه بيقلك أعمل يعني كتير مجهود عشان تنجح هذه العلاقة لأنه بيقلك أعظم الحب وأجمل الحب يتطلب خطوات مشان تنجحوك عشان بيقلك يعني ما تفكر أنه العلاقة حتى لو كان فيها حب رح تنجح لازم تعملوا مجهود يعني أنتو الاثنين عشان تطوروا هذه العلاقة إذا كنتو تريدون الرجعة وإصلاح الأمور عم شوف كذلك على أنه في عزيمة هذا الإنسان عنده رغبة ملحة أن يكون معك أن يكون بجنبك بس ممكن ما عم يعمل خطوة لهيك بيقلك أنه أحلامك أو هيدا مسج أكتر للشريك أنه الأحلام تحتاج لشيء فعلي يعني ما رح مثلا تطلق أنه تفكر بهذا الإنسان وتقول ليش ما عم يحكي معي لازم تعمل خطوة لإرجاع هذا الإنسان كمين هيد الكارت ممكن أنا ممكن أحكي فيه على أنه إذا عندك إحلام يا برج القوس فمجرد التفكير بالأحلام لن يصنع أو رح يجعله حقيقية لازم أنت تعمل شيء فعلي عشان تتحقق هذه الأحلام بالنسبة للعذاب عم شوف أنه عم شوفون أكثر ممكن عم شوفون يتواصلون على الأنترنت أو عندنا ردة علاقات عم شوفون كأنه صار عندهم عدم راغبة بالعلاقات كانوا عم شوفوا أنه العلاقة الكل عم يتسلى فنتسلى كمين إحنا عم شوفون راغبتهم بالحرية صارت أكبر عم شوفون يلتجؤون إلى الحرية بصفاك كبرى عم شوفون ممكن كان عندهم راغبة أنه يكون في زواج بس الأمور دائما كانت عم تمشي بشكل عكسي حتى صار عندهم حتى هني صاروا يعني شوي هيك العوين مثل العالم اللي صار هلأ كله يتلاعب الآخر بالنسبة للطاقة العامة عم شوفها لأنه عم شوفك أكتر تحتم لعم تتذكر الذكريات أكثر عم شوفك تحتم أكتر بالذكريات والطاقة تبع الماضي عم شوفك تريد أشياء ممكن عندك راغبة أنه تجني مال بس ممكن يعقس جدا أو ما عندك طاقة عندك باور أنه يعني تعمل مجهود بهذا الموضوع عم شوف يعني يدوب عم تركز أو يدوب عم توازن بين أمورك الحياتية عم شوف أنه عندك طاقة كتير كبيرة أو عندك اتجاه كبير تجاه علاقات الحب عم شوفها كأنه بطل تفكر بهذا الإنسان بطل تفكر هل بعث المسجل هل تكلم معي هل يريد يعني وتسأل هذه الأسئلة ممكن للبعض ممكن بيتفرجوا دائما أو عم يشاهدوا دائما الفيديوهات تبع التاروت ودائما يتساءلوا هل هذا الإنسان يحكي معي أم لا بس ما عم شوفي خطوة تجاه تحقيق أحلامك المادية ولا تحقيق أحلامك العطفية عم شوفك حائر تجاه أحلامك حخصة إذا كان عندك يعني رغبة بتحقيق مشروع مادي فانا عم شوفك عم تتخبط بالأمر عم شوف الأمر غير ناجح بدك كأنه تحصل معجزة لتغيير الأمر بيقلك إذا عندك مثلا مشروع إذا عندك مشروع أصحاب برج القوس وهذا المشروع منه ناجح فحاول أنه تعمله إشهارات على الانترنت على السوشال ميديا على الانستقرام على الفيسبوك أي شيء ممكن يعمل لك إشهار لهذا المشروع كمين عم شوف بيقلك أنه حاول أنه تنتبه من أشخاص ممكن على الانترنت ممكن يكونوا أشخاص خادعين أشخاص متلعبين وممكن هاد الناس تتلاعب أو ممكن هاد الناس تريد سرقة مالك أو عمل شيء غير جيد بالنسبة لرج القوس اهتم أكثر بالأعمال والنجاح المادية برج القوس حاول إذا أنت ما عم تشوف أنه الوضع العملي بالجيد فاستشير شخص جيد جدا لأنه عم شوف كأنه إذا أنت مثلا استشرت شخص خبير بموضوع العمل والعلاقات ممكن يواجهك بشكل جيد نحو النجاح بالنسبة للصحة نشوفكم شوي اهتموا بالأعيون ممكن تكترت المشاهدة الفيديوية والمشاهدتكم للتليفون ولا التليفزيون عم متأثر بعيونكم انتبهوا شوي على الظهر اهتموا أكثر اهتموا أكثر اهتموا أكثر للصلاة والتعبد اهتموا أكثر بالجانب الروحاني اهتموا أكثر للجانب اهتموا بنفسكم أكثر عم شوف انه الطاقة تقول او تقول دائما لك انه اهتم او اعمل خطوات او اعمل خطة ممنهجة لاتباع او حصول على ماذا تريد اه بيقلك انه لازم تتبع خريطة او تتبع خطة محكمة عشان تحصل على ماذا تريد هذا كل شي كان بالنسبة لبرج القوس بتمنى على كل الخير والمسارات وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكوارب لقناتي وشكرا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر